اشتركوا في القناة من هاي المسائل الكلامية نشوف إذا كانت هاي المسائل عبارة عن تمثل تناسب طردي أم لا لأنه في نوع ثاني رح نتعرف عليه في الدروس اللي جاي اللي هو عبارة عن التناسب العكسي فبدنا نصير أي مسألة نيجي نقرر بالأول إذا كانت تمثل تناسب طردي أم لا من خلال المعنى اتنين أكتب معادلته هذا التناسب الطردي بإيجاد ثابت التناسب نيجي نقرأ الصندوق اللي عندك الموجود بأول الدرس بقول لي تمثل العلاقة بين الكميتين أو تمثل العلاقة بين الكميتين المتغيرتين أو المتغيرين اكس وواي تناسبا طرديا إذا كانت النسبة بين جميع قيامها ثابت يعني إذا كان معطيني جدول وهذا الجدول كانت النسبة بين جميع قيامها عبارة عن نسبة ثابتة تمام بتكون ولتكن K حيث K لا تساوي صفر هلأ منتعرف شو هي الك بحيث تؤدي الزيادة في إحدى الكميتين إلى زيادة الأخرى ويسمى K هو عبارة عن ثابت التناسب وهو يمثل معدل الوحدة إذن يامس بقول لي إذا كان في عندي كميتين تمام بين المتغيرين X و Y هدول الكميتين كانوا لو وحدة لما وحدة منهم تزيد كانت الكمية الثانية تزيد بحيث كانت النسبة بين جميع قيمها ثابتة هاي النسبة الثابتة بين جميع قيمها اللي هي عبارة عن معدل وحدة للنسبة كاملة بنسميه ثابت التناسب وعندها بنحكي إنه X و Y متناسبان طرديا متناسبان طرديا بالكلمات بقول لي التناسب الطردي هو علاقة بين متغيرين اللي هم عبارة عن X وال Y تكون فيها النسبة بين X إلى Y نسبة ثابتة هذا الحكي كله رح نعرفه من خلال الحال درسنا كتير سهل بس بده شوي التركيز بالرموز حيث الكي اللي بنحكي عنها اللي اسمها ثابت التناسب بنسميها ثابت التناسب هي عبارة عن Y على X حاصل قسمة Y على X تمام؟ حيث الكي لا تساوي صفري يعني ممنوع تكون قيمتها صفر لازم تكون لها قيمة معينة وتمثل المعادلة Y اللي هو عبارة عن الرمز Y يساوي K اللي احنا بنطلحها اللي هي عبارة عن ثابت التناسب المضروبة بX بنسميها هاي المعادلة معادلة التناسب الطردي شو بنسميها؟ معادلة التناسب الطردي طبعا من خلال الحكي كمفهوم للدرس بالبداية ما رح نعرف شو يعني الدرس عن اي شو بيحكي بس ما ناخد هلأ مثال مع بعض رح نلاحظ انه اللي بنحكي عنه كتير سهل تمام؟ بدأت افتح لكتابك على مثال رقم واحد الموجود بصفحة 23 مثال رقم واحد الموجود بصفحة 23 بقول لي يمثل الجدول المجاور لهذا علاقة بين المتغيرين X و Y هي جدول علاقة بين المتغيرين اللي هم عبارة عن X و Y بدي ابين انه X و Y متناسبان طرديا بدي ابين انه هدول X و Y متناسبان طرديا عشان ابين اذا كانت X و Y متناسبان طرديا لازم تكون النسبة او معدل الوحدة لهدول النسب ما بين X و Y ثابتة للكل او متساوية للكل هي نفسها يعني معدل الوحدة للأولى يساوي معدل الوحدة الثانية ويساوي معدل الوحدة للثالثة تمام يلا خلينا نيجي مع بعض نوجد معدل الوحدة للأولى معدل الوحدة للأولى اللي هو عبارة او بنسميه K اللي هو ثابت التناسب هون هو عبارة عن حاصل قسمة Y على X يلا بنا نوجد معدل الوحدة للأولى معدل الوحدة الأولى هي عبارة عن 8 على واحد بدأ خلي المقام يساوي والاحد ايش بتلاحظوا انها جاهزة طب يلا نوجد معدل الوحدة للثانية 16 على 2 عبارة رح نوجد معدل وحدة في درس التناسب الطردي عبارة عن قسمة Y على X تمام يلا 16 على 2 بنخلي المقام يساوي 1 2 على 2 1 16 تقسيم 2 عبارة عن 8 إذن صارت 8 على 1 ويساوي 8 تمام يلا نوجد معدل وحدة للثالثة 3X والY عبارة عن 24 إذن 24 على 3 يلا 24 على 3 بنخلي المقام 1 تقسيم 3 1 24 تقسيم 3 8 إذن 8 على 1 ويساوي اللي هي عبارة عن 8 إيش بتلاحظوا؟ بتلاحظوا إنه معدل الوحدة لهدول النسب الموجودين بالجدوى المتساوية إذا كان معدل الوحدة للنسب الموجودة بالجدوى المتساوية هذا التناسب بنسميه إذن بحكيه له X و Y شو ما لهم؟ متناسبان طرديا إذن بحكيه لهدول ال X وال Y متناسبان طرديا إذن عرفت إنهم هذول العلاقة ما بينهم عبارة عن علاقة تناسب طردي ثم أجد ثابت التناسب سهل ثابت التناسب اللي هو عبارة عن K هو عبارة عن حاصل قسمة Y على X واللي هو يمس معدل الوحدة هو نفسه معدل الوحدة كم ضلعنا معدل الوحدة للكل اللي هو عبارة عن 8 إذن كم K؟ K هي عبارة عن 8 إذن خلص هاي هاي أول فرع من مثال الرقم واحد إني طلعت ثابت التناسب وعرفت إنه هذول المتغيرين بناتهم علاقة تناسب طردي طب الرياضيات شو يعني التناسب طردي؟ يعني لما واحد فيهم يزيد الثاني بزيد طلع عندي كانت X1 مقابل الواي كانت جوابها 8 لما زادت قيمة X2 صارت 2 إيش بتلاحظ قيمة الواي زادت صارت 16 كانت 8 صارت 16 كمان كانت الـ X زادت شو صارت 3 لما زادت قيمة الـ X وصلت 3 شو بتلاحظ قيمة الواي عبارة عن 24 زادت إذن بلاحظ إنه قيم الـ X قاعدة بتزيد ولإنه قيمة الـ X قاعدة بتزيد كانت قيمة الـ Y قاعدة بتزيد فبنسمي إنه X و Y بنحكي عنهم متناسبان طرديا طب كيف بنعرف متناسبان طرديا أو لا من خلال حل بوجد معدل الوحدة اللي هو حاصل قسمة Y على X لكل نسبة من هذول النسب اللي بقابلوا بعض إذا كانوا متساويات كلياتهم مع بعض بنحكي هذول الـ X والـ Y عبارة عن متناسبان طرديا بيكون معدل الوحدة اللي طلعناه هو يمثل K وK هو عبارة عن ثابت التناسب رقم اثنين من مثال رقم واحد بيقول لي اكتب معادلة التناسب الطردي معادلة التناسب الطردي زي ما شرحناها قبل شوي اللي هي Y تساوي K مضروب بـ X حيث الـ Y والـ X تبقى كما هي لأنه معادلة فبيكون فيها متغيرات Y في الرياضيات إذا كانت الأرقام بالعال بيكون نسميه نفسها صاد يعني وكأنه صاد تساوي عدد K اللي هو ثابت التناسب مضروب بـ C يعني هي نفسها لما أحكي في العربي صاد تساوي عدد اللي هو ألف سين صاد وسين عبارة عن متغيرات في هاي المعادلة الخطيئة وألف هي تمثل ثابت التناسب اللي حكينا عنه أو طلعناه في الرقم واحد إذن Y تساوي K لازم نعود مكان هاللي طلعناها قبل شوي اللي هي عبارة عن ثمانية إذن بتصد ثمانية X هاي كتبنا معادلة التناسب الطردي إذن Y تساوي K منحط مكان K القيمة اللي طلعناها فوق اللي هي نفسها معدل وحد لكل النسب فبتصير عبارة عن ثمانية X بس هاد هو عبارة عن درسنا بناءًا على الحكي اللي حلناه بنا نيجي نحل مع بعض أتحقق من فهمي الموجود بصفحة 24 بقولي يمثل الجدول المجاور علاقة بين المتغيرين X و Y بدي أعرف هاي العلاقة بين المتغيرين إذا كانت تتمثل تناسب طردي أم لا طب من خلال النظر مش حل شو بتلاحظه لما زد كل ما زادت قيم X شو بتصير قيم Y بتزيد هاي كانت 3 صارت 6 صارت 9 صارت 12 وهكذا شو ما لها بتزيد كانت قيم Y كمان شو ما لها بتزيد إذن كل ما زادت قيم X بتزيد قيم Y أبل ما أكمل أتحقق من فهمي نرجع لهون رقم 2 انسينا تكملت السؤال بقولي أكتب معادلة التناسب الطردي ثم أجد القيم المجهولة عشان في عندي هون علامة استفهام في هذا الجدول القيم المجهولة هون تمثل قيمة Y عشان أوجد القيم المجهولة رح أعتمد على معادلة التناسب الطردي يعني بمعنى تاني بدي أوجد قيمة Y لما كانت قيمة X 10 هيها أوجد قيمة Y لما كانت قيمة X 10 إذن Y تساوي مش معروف في قيمة Y لما X تساوي 10 يعني بدأ حط مكان X عبارة عن 10 تمانية ثابت التناسب ما بتتغير دائما القيمة ثابتة اسمها ثابت تناسب معتها دائما ثابتة وشو بين التمانية وبين X ضرب حتى لو ما حض فبصير تمانية مضروبة بقيمة X اللي إحنا بننطلح قيمة X الموجودة أصلا اللي هي عبارة عن 10 إذن لما قيمة X عبارة عن 10 وثابت التناسب عبارة عن 8 بتكون قيمة Y عبارة عن 80 إذن هيك طلعنا قيمة Y نرجع لسؤال أتحق من فيمي حسب الجدول حكينا بدنا نشوف حسب الجدول إذا كانت العلاقة بين المتغيرين X و Y تمثل علاقة التناسب حكينا من المفهوم إنه كل ما زادت قيمة X شمال قيم Y قاعدة بتزيد تمام لهون يا سابع